يقرأ في كل مسجد وينتشر هذا الانتشار ربما الذهب يتذكر عن نوي قال ليتني أعرف ماذا بيننا و بين الله حتى يضع له هذا القبول اليوم بعض الكتب يعني نجعل تحتها لو ذكرنا مثلا أسماء الكتب نجعل تحتها عشر أخطوط يقول هذا الكتاب مهم يكون في البيت ممكن لكم بعض أسماء الكتب بشيخ اللي مهمة تكون في البيت فيما يتعلق بتفسير القرآن لا بد أن يكون هناك كتاب في تفسير القرآن أي أن كان هذا الكتاب سواء كان مطولا تفسير من كثير هو من الكتب المهمة والقراءة فيه ميسرة لماذا؟ لأنه ربما يتجاوز الإنسان الأساني يتجاوز الأقوال ويقرأ يعني ما رأى أنه الخاص أو خلاصة تفسير من كثير فيه كتاب البارك فوري صفي الرحمن صباح المونير هذا ممتاز جدا أن يكون في البيت أو مثلا وهو من أجود الكتب التي يجب أن تكون أنا أقول يجب ولا أقول يستحب يجب أن تكون موجودة في البيوت تفسير الميسر اللي طبع المجمع مريك فهد هذا الحقيقة فتح منه يعني استطاعوا أن يأتوا بزبدة وخلاصة ما ذكرهم في السرون القدامة كابن جرير إلى المتأخرين كالسعدي رحمه الله ثم روجع وخرج بشكل جيد وأصبح المعنى الإجمالي موجودا في الآية هذا الحقيقة فتح يعني لا ينبغي للناس أن يتخلفوا عنه وهو أيضا صغير يعني يعطي الإنسان نوعا من الحماس على قراءته وعلى همش مصحف المدينة واهتموا كثيرا بأن لا يتزيد الأحرف كثيرا عن الأحرف الموجودة في الآية وأن لا يكرروا العبارات الموجودة في الآية هذا أيضا جيد جيد أيضا على منواله نسيجة أيضا كتب كثيرة مختصر في تفسير وغيرها رياض الصالحين هو كتب المهمة المرجان كان في بيتنا هو كتاب مهم جدا مختصر البخالي مختصر مسلم يعني هذه غير السيرة النموية يعني طبعا بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ سيرة بن هشام أو غيرها من الكتب التي ربما كان فيها طول لكن هناك كتب معاصرة من المهم وجودها في المنزل مثلا في ظلال السيرة هذا كتاب الأستاذ الحمد الصوياني ألقاه في ذاعة القرآن وكتب كأنها رواية بصورة حمد دراهم ولا؟ بصورة حمد دراهم صحيح هذا جدا جميل ورائع ممكن تجعل الأسرة فيه كراءة يومية واسبوعية مقطع واحد فقط ومشوق جدا إضافة إلى السيرة النبوية الصحيحة بالنسبة للسيرة هي من الكتب التي ينبغي الأسرة أن تجعل أن تحشد في بيتها ما استطاعت منه لأنه لا يغني كتاب عن كتاب الغالب هذا ترى في عموم الكتب في عموم الفنون لن تجد كتابا يغنيك عن كل الكتب بل أحيانا حتى المختصر من الأصل يكون في المختصر زيادة أو إشارة لا تكون في الأصل لكن ميزة السيرة أن الإنسان ربما يمل إذا كرر الكتاب فكون كل سنة يقرأ كتابا مختلفا المعلومات العامة واحدة والأسالي بتختلف فيكون عنده بناء جيد في هذا وربط أنفسنا وربط أولادنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من المؤسف أن أولادنا ربما لا يعرفون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأبنائه وبناته وأمامه وأخوته من الرضاء هذا أعظم شخص أمرنا بالاتسابه ومحبته بينما نجد أنفسنا نعرف عن بعض الأشخاص أشياء كثيرة جدا بعض الناس ترى يعرف الشخص البارز في مجال معين مجال رياضي أو فني أو علمي يعرف ما تولد وما تتزوج ومن أولاده وماذا يحب وماذا يأكل هذا الجفاء يعني مع عدم معرفة بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر مؤسف العجيب شيخنا أنه ممكن واحد يدرك جوانب كثيرة مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة كتاب واحد سواء كتاب ذكرتهم ولا الفصوفي سلت رسوله بن كثير ولا الرحيق المختوم وهذا يجعلني أسألك سؤال الثاني شيخ براهيم